طبيب حليم صاحب رسالة هو أهل الإحسان والمبادرة لقب بطبيب الإنسانية اعتدى معالجة الفقراء دون أجر أو يكتفي بالكشف عنهم بأجر زهيد زاد مهنة الطب نبلا وزاده إحسان وحبا بين الناس الدكتور بايو طبيب الفقراء جهد وعطاء بمسيرة 40 سنة أسعار رمزي اللي كنت خذتها أنا هذه قانعة من نفسي أنا من الأول كنت داير تفاؤل كنت حاب بش ربي لحقنين هات المنصب هذا وكن داير ندرب بيني وبين ربي بلي يكون الحق لهذا المستوى نخدم الناس بالشي دي نقدر عليه يدوي كل واحد يدوي اللي عنده ولي ما عندوش بايو طبيب وش نقول لك طبيب أب الفقراء طبيب هو طبيب فقراء كي اللي عنده دراهم يداوي اللي ما عندوش دراهم يداوي خاصة بالنسبة للدواء يمدلهم الدوا من عندو أنا ما جبت حتى حاجة من عندي الشيفاء يعطيه ربي والرزق يعطيه ربي والمريض هذا تسمى ربي اللي يبتالاه وانا شاء الله ما كنت حاب بش نكون سبه بش نعالج الناس طبيب عطف نرأوف فتح بيته عيادة خاصة تستقبل كل مريض معسرين أو معافة يبحث عن استشارة ليجد كل تائه ضالته عنده لن تجدع عند الدكتور بايو كرسيا شاغرا التمرض عنده لا يقتصر في مهنة يزاولها بل إحساس بالمسؤولية وشعور بالإنسانية ويعفي هدرنا على المريض يحسن المريض اللي يكوت المالد يسمع المريض فيه تفتحي له تتحسي عنده الرحمة أنا أقول عنده حكمة سبحان الله يدخل المريض يخرج دجا أو براد دجا يكو مصاق يغيغ هو ملك وحتى في الليل أنا غير كيما جبت مرتاعي والله يضر عد ساعة تعليل عد ساعة تعليل ويعقب وعطالها دوا والحمد لله يا ربي ونلقى يعني بابة زوالي هذا كان خطأت حتى العشرة تعليل سبتو في الكوفيد هذا فقراتني موالوا الحمد لله النفسية تعينا ندير حجة حجة تجارة بيني بالربي هذه الغضوة إن شاء الله بيشخدها في قبرين ربي قل بلي يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عكا حتري معا تجري تجارة مع ربي قل لك ربي يشتري من عند المؤمنين هذو أنفسهم وأموالهم بيش معنتا ربي يعطيك الجنة وحنا راح نعجل يقدر زعما يقول يشوف أفوكا يشوف كوميسير يشوف زعما وحد عنده منصب عالي في الجيش ولا بسعى كيكمل الخدمات تعود جي خارج عيطره بقاسمه عيطره بقاسمه بسعى الطبيب يقول عيطره بقاسمه طبع إنسان باش معنتا ما يتنحاش من ذاك يلتع الناس ما يتنحاش من الأخرين لازم يخلي على الأقل أعطار زعما خيري يخليها أنا في حياته رجل صنع للستناء فأضحى رمزا للأمل دعم أولئك الذين فقدوا كل شيء فأصبح مصدر إلهامهم وتفان في قضاء حوائجهم ساعيا للخير وتقديم العمل النافع لمجتمعه ووطنه